اهلا وسهلا بكم مشاهدين الاعزاء في تقرير جديد مع مطلع تعاملات هذا الاسبوع طبعا بعد اسبوع ماضي كان حافلا بامطلاقات او ارتفاعات قوية جدا في اليورو وفي الدهب وفي معظم العملات امام الدولار الامريكي طبعا بنتيجة التوترات الجيوسياسية التي وصلت الى درجة حادة جدا ما بين الكوريا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية بعد تجربة المثل او الغواصة الكورية النووية اضافة الى التواعدات بان يكون هناك تجربة صاروخية جديدة ايضا لاختبار نووي كوريا الشمالية هذا زاد التوترات واشعل شرارة التوتر الجيوسياسي حول العالم وبالتالي اثر على رغبة المستثمرين بالتوجه نحو المخاطرة اضافة الى الكوارث الطبيعية والاعصار هارفي وايضا اعصار جديد في الولايات المتحدة الامريكية من المتوقع ان يكون قويا بما يكفي الى الدرجة الرابعة تقريبا في الاسبوع القادم وهو اعصار ايرما طبعا هذا ما كان خلال الاسبوع الماضي على وجه التحديد ما هو الحال مع انطلاقات هذا الاسبوع؟ كان هناك فجوات سعرية اجمالا اولا نتيجة لانخفاض حدة التوتر الجيوسياسي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية وابداء الرغبة بنوع من الحوار هذا اثر على رغبة المخاطرة لدى المستثمرين اجمالا والعودة بعض الشيء الى الاستثمار او الى الاسواق او الاصول ذات المخاطرة المرتفعة بالتالي كان لدينا هذه الفجوات سعرية التي خلقتها الاسواق الاسيوية والاسواق الاوروبية كذلك الامر وعودة الدولار الامريكي للتماسك بعض الشيء حقيقة ما ننتظره خلال التعاملات هذا الاسبوع سوف يكون ابرزه يأتينا من المملكة المتحدة حيث ننتظر بيانات سوق العمل ننتظر بيانات تضخم وكذلك ننتظر قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني او بنك انجلترا المركزي طبعا بالنسبة لأسعار الفائدة من غير المتوقع ان يكون له تغيير من المستويات المتدنية عند الصفة 25% ولكن سوف تكون الانظار متجهة بشكل اكبر نحو التضخم عند 2.8% والذي ارتفع كما ذكرنا سابقا بنتيجة ضعف العملة الملكية بعد قرار البريكزيت والضغوطات بالاتجاه المنخفض التي دفعت اسعار التضخم للارتفاع وبالتالي هو تضخم غير مبني على نمو في المملكة المتحدة لا يزال جو عدم اليقين وعدم الوضوح يحيط بالمملكة المتحدة فيما يتعلق بمفاوضات وسير مفاوضات البريكزيت كان لدينا ايضا تراجعات على اليورو مع مطلع تعاملات هذا الاسبوع بنتيجة تصريحات لأحد أعضاء المركزي الأوروبي والتي قلل فيها نوعا ما من إمكانية أن يكون هناك تغييرات كبيرة في سياسة البنك المركزي الأوروبي كما وحد ماريو دراغي التغييرات سوف لن تؤثر على نوايا المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية سوف تبقى السياسة تيسيرية لفترة ممتدة هذا ما تحدث به العضو في البركزي الأوروبي وذلك أثر على تعاملات اليورو ويضغط اليورو حاليا نحو مستويات الواحد فاصل تساطاعش والتي تمثل مستويات دعم مهمة بالنسبة للذهب مستقر فوق مستويات 1331 دولار للأنصة من المتوقع أن تبقى هذه المستويات دعم إذا تماسك الذهب عند هذه المستويات يمكن أن يكون هناك ارتداد وإغلاق للفجوة السعرية التي كانت قد خلقها دون مستويات 1340 دولار للأنصة أي عودة بالاتجاه الصاعد تستهدف إغلاق هذه الفجوة وبالتالي عودة إلى مستويات قد تصل إلى 1346 دولار للأنصة بالعكس إذا تم الإغلاق دون مستويات 30 1330 ممكن أن يكون لدينا هبوط بحوالي 6 أو 7 دولارات على الذهب وذلك سوف يكون نتيجته بلا شك الوجود الرغبة بالمخاطرة لدى المستثمرين والتوجه نحو الابتعاد عن الملاذات الآمنة كذلك ننتظر خلال هذا الأسبوع بيانات تضخم من الولايات المتحدة الأمريكية وبيانات سوق العمل من أستراليا سنوافقكم بكل مستجداتها خلال تقاريرنا خلال هذا الأسبوع شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة